تؤكد مثل هذه الصور ان المجوسة اذا دخلوا قرية افسدوها وكذلك فعلوا في الدير الشرقي جنوب ادلب حيث نبشوا ضريح الخليفة عمر بن عبد العزيز وقبر زوجته فاطمة بنت عبد الملك وقبر خادمه بعدما حرقت وحطمت شواهدها كما هو واضح وهو ما يؤكد انباء ان تحدثت عن حرق الميليشيات الطائفية الايرانية للضريح لحظة اجتياح المنطقة قبل اربعة شهور الخليفة الذي قيل انه رد المظالم بنفسه وبكى عليه الروم بعد موته بالسم يتعرض ضريحه اليوم لاعتداء لم يفعل مثيله حتى المغول رغم كل فضاعاتهم حتى غور حين دخل دمشق اكتفى بركل قبر صلاح الدين وقال له قم يا صلاح نحن هنا كان يمكن لهؤلاء ارتكاب جريمتهم دون تصوير لكنهم اختاروا توثيقها ونشرها في تحدي الاكثرية السورية السنية ومحاولة النيل لكل ما يرمز لها قديما وحاضرا وفي الحديث عن هذه المشاهد يحضر ايضا نبش ميليشيا اسد حلفاؤها قبور سوريين في عدة مناطق بعدما هجرها اهلها كخان السبل باطلب وحيان غرب حلب وفي محاولة لكسر روتين نبش القبور لجأ هؤلاء المتطرفون لاستوب انتقام جديد بالتقاط صور السيلفي مع القبور المحطمة تارة والعبث بجماجم اصحابها تارة اخرى على هذا يفهم لماذا استحب هؤلاء شواهد قبور ذويهم في رحلة نزوحهم الاخيرة فيما لم يفهم بعد سبب تسمية الكثيرين نبشي القبور على انهم جيش سوري وكيف يمكن الحديث عن عودة ااملة للنازحين في ظل وجود نظام اسد واذا كان هذا تعاملهم مع الاموات فكيف هو حال المعتقلين والمعتقلات في سجونهم